اهلا بكم مشاهدين في هذا الموجز الاخباري رحبت الحكومة بنتائج الاتفاق المنعقد في مدينة بيرن السويسرية بين الوفد الحكومي والحوثيين والذي اسفر عن اطلاق سراح 887 اسيرا ومختطفا من الطرفين وتسعة عشر من التحالف العربي وثمنت وزارة الخارجية في بيان نتائج اجتماع اللجنة الاشرافية المعنية باتفاق تبادل الاسرى برعاية مكتب المبعوث الخاص للامين العام لامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر والتحالف العربي والذي توصل فيه الطرفان الى تنفيذ المرحلة الاولى من اتفاق التبادل ودعت الحكومة الى استمرار عمل اللجنة المشتركة او استكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الاسرى والمختطفين عملا بمبدأ الكل مقابل الكل من جهتها اعلنت مصادر حكومية اتفاق الاطراف المعنية بملف تبادل الاسرى اطلاق 880 اسيرا ومختطفا في ختم مشاورات اتفاق الاسرى التي اقيمت في العاصمة السويسرية بيرن في ابرز اقتراق منذ سنوات قال مصدر حكومي ان اتفاق تبادل الاسرى يشمل اطلاق صراح نجل العميد الركن طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي وشقيقه محمد صالح وزير الدفاع الاسبق محمود الصباحي وناصر منصور هادي كما تشمل الصفقة الصحفيين الاربع المحكوم عليهم بالاعدام بالاضافة الى اسرى من قوات التحالف العربي احبطت قوات دفاع شبوه هجوم ارهابي انشنته ميليشيات الحوث الارهابية في مدرية مرخى العليا قال مصدر عسكري ان قوات الواء الخامس دفاع شبوه تواصل التصدي لهجمات ميليشيات الحوث بالتزامن مع قصف طائراتها المسيرة التي ادت الى اصابة ثلاثة جنود من قوات الواء وتستمر ميليشيات الحوث في محاولتها الفاشلة بالهجوم على جبهة محافظة شبوه الحدودية بالتزامن مع قصفها بكافة انواع الاسلحة الثقيلة منازل المواطنين قالت شركة سميث الهولندية انها ستبدأ مرحلة العمل على سحب النفط الخام من خزان صافر العائم خلال يونيو ويوليو وحتى منتصف شهر اغسطس القادم وتثبيت الخزان العائم الجديد واضاف ممثل الشركة في افتتاح ورشة العمل الخاصة بخطة تشغيل مشروع انقاذ خزان صافر المنعقد في عدن ان الشركة عقب ذلك ستباشر بالتخلص من الخزان القديم المتهالك وتفكيكه من جهتي اكد وزير النقلة دكتور عبدالسلام حميد ان مسألة التخلص من حمولة الناقلة صافر مسألة غاية في الاهمية وتتطلب التحرك والسرعة الكبيرة لبدء تنفيذ الخطة لتفريغ الخزان آية الموجة زل اللقاء